مجلس الشورى في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس 33 تشريعا كما وجه 42 سؤالا إلى الحكومة نعم تؤكد هذه الأرقام العمل المستمر للمجلس الساعي لتعزيز منظومة العمل التشريعي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين يستمر مجلس الشورى في عمله الدؤوب لتطوير التشريعات والتعاون مع الجهات التنفيذية ما يعزز دولة المؤسسات والقانون وينهض بالقطاعات الاقتصادية والخدماتية ويحقق الرفاهية المنشودة للمواطنين حيث نقش مجلس الشورى خلال جلساته الاعتيادية خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس ما مجموعه ثلاثة وثلاثين تشريعا اجتملت على خمسة مراسيم بقوانين وستة عشر مشروعا بقانون واثنى عشر اقتراحا بقانون فيما توجه أعضاء المجلس بعدد اثنين واربعين سؤالا إلى الوزراء خلال دور الإنعقاد المنصرم بالإضافة إلى مناقشة حسابين ختاميين ووفقا للبيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى فقد وفق مجلس الشورى على خمسة مراسيم بقوانين وأحالها إلى مجلس النواب لإقتار الحكومة بذلك وبالنسبة لمشروعات القوانين فقد جاء قرار المجلس بالموافقة على أحد عشر مشروعا بقانون ليتم إحالتها إلى الحكومة فيما تم إعادة مشروعين بقوانين إلى مجلس النواب ورفض مشروع من قبل المجلسين وإحالة مشروعين بقوانين إلى المجلس الوطني بما لا زالت ثلاثة مشروعات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس هذا وأقرى مجلس الشورى تقريرين بشأن الحسابات الختامية والبيانات المالية بينما تستمر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النظر في حساب ختامي واحد قيد الدراسة إضافة إلى توجيه أكثر من أربعين سؤالا إلى الوزراء تتعلق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة